اشتركوا في القناة وشاهدوا ذلك واضح من القصة التي مرت معنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في تمامها من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي كانت له نجاة فالتوحيد هو النجاة ولا نجاة إلا بتوحيد الله جل وعلا ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد ولا نجاة إلا بها وليست نجاة المرء بهذه الكلمة بمجرد قولها دون فهم لمعناها ودون عمل بما تقتضيه من توحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى فإن لا إله إلا الله إنما تكون نافعة لقائلها سببا لنجاةه يوم لقاء الله تبارك وتعالى إن قالها عن علم وعمل وصدك عن علم بمعناها وعمل بمكتضاها وأن يكون قالها صدقا من قلبه فإنه إن قالها عن علم خرج من طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون وإن قالها بعمل بها خرج من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون وإذا قالها عن صدق خرج من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون موسيقى